لما جاءوا إلى يسوع المسيح وقالوا له أمك وإخوتك ينتظرون في الخارج قال لهم من هم أمي وإخوتي ولكن أحبائي قال في متى إصحاح 12 اسمع هذا الكلام أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها لما بولوس راح على مقاطعة مكادونيا كان في مستعمر روماني اسمها فليبي وكان في اجتماع للنساء عند النهر مكتوب كانت تسمع امرأة اسمها لدية بائعة إرجوان من ثياطير يعني أجت من آسيا وكان عندها بيزنس في هذه المقاطعة وكانت تصغي إلى مكان يقوله بولوس ولما اعتمدت هي وأهل بيتها يعني لاحظ آمنت واعتمدت وابتدأ الأمر عن طريق السمع فالسؤال ماذا تسمع أو ماذا تشاهد عيونك شو عم بتشوف ألم يقل يسوع المسيح أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولكن إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون فبيتكلم عن أهمية السمع قال يسوع في يحنى إصحى خمس آية 24 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة أهمية السمع فإذن ينبغي أن تأتي إلى يسوع أن تترك الخطيئة وتتوب وترجع إليه تترك الماضي والالتجاء والرجوع إلى يسوع المسيح بالإيمان ثم تسمع كلامه هذا يتضمن التعلم منه التلمزة والاعتراف بسلطانه وأن تختبر طاعته وأن تختبر محبته أيضا ثم أن تعيش حياة الطاعة لازم يكون عندك طاعة عن طريق سماع كلامه والخضوع له والتسليم التام الكامل له زائد الطاعة بدون يعني من غير قيد أو شر هنا طبعا الثقة بالنعمة الإلهية المخلصة وهذا يقودنا أن تثمر ثمار حقيقية لأن الثمار الكاذب أحباء تنطوي على الكبرياء وعلى الإدعاء وعلى الرياء وعلى الخيلاء وعلى الحياء الكاذب يعني بيتصنع التواضع ولكن السمع دايما فيه شمعاه سمع أطاعة فيه خضوع وإذعان لقوانين الله فعلى ماذا تبني حياتك ما هي أهمية السمع في حياتك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم هو يوم خلاص لا تأجل مثل ما ذكرت في البداية سبتمبر 11 من كان يتوقع أن الطيران تضرب في العمرات العالية في البنتيجون يعني كان يوم عادي بالنسبة للناس ولكن حوالي 3000 نفس لم ترجع إلى عائلتها في هذا اليوم فإذن شو عم تسمع في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر